مائة وثلاثة وثلاثون نائبا في البرلمان البريطاني وقعون على رسالة خطية طالبوا فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون برفض خطة ترامب للسلام النواب في رسالتهم التي وصلت إلى مقر الحكومة البريطانية اعتبروا الصفقة متعارضة مع الحقوق الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة هذه المسمى بخطة السلام لا يوجد فيها شيء مشترك من اتفاق أسلو إنها تدمر أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتشرع ضم الأراضي الفلسطينية للمستوطنين وتضع كامل القدس تحت سيطرة إسرائيل وتلغي حق العودة إنها ليست خطة سلام إنها شيء بشع وأمام مقر السفرة الأمريكية في لندن تظاهر عشرات الفلسطينيين وأنصارهم احتجاجا على خطة ترامب وتأكيدا على التمسك وعدم التفريط بالحقوق الفلسطينية التي أقرتها الشرعيات الدولية أمام سفارة ترامب أمام السفرة الأمريكية حتى نقولها بشكل واضح أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع أن القيادة الفلسطينية تقف شامخة اليوم لرفض هذه الصفقة ولرفض أي محاولة للتقليل من الحقوق الفلسطينية وللابتزاز السياسي وأيضا أن العالم معنا الحكومة البريطانية عبرت عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى تحركات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية معتبرة هذه التحركات الأحادية الجانب مضرة بمساعي إعادة بدء مفاوضات السلام ومخالفة للقانون الدولية صفقة ترامب لم تخرج حدود الموافقة عليها من البيت الأبيض فالمواقف الدولية والرسمية عبرت عن رفض الخطة والتمسك بالقرارات الدولية ما يعني أنها لم تحظى بغطاء دولي لتغادر معه البيت الأبيض عندما تنتهي فترته الرئاسية عمر بشير قناة الغد لندن